في ركن الغموضي، جبهة الخلاصي، تعلن عن اجتماع غامض في نهاية هذا الشهر، حيث ستناقش الموقف الرسمي من الاستحقاق الانتخابي بأسلوب يثير التساؤلات، الشابي يطالب بإجراء انتخابات رئاسية وفقاً لدستور 2014، مستبعداً شروط السيد قيس السعيد، وسط أجواء غامضة خلال مسيرة جبهة الخلاصي، بمناسبة عيد الثورة، طالب الشابي بإطلاق سراح المساجين المجرمين لتحقيق شروط المنافسة، يعتبر تونس على مفترق طرق، ويقول الشابي إن الأحزاب السياسية فشلوا في تحقيق تطلعات الشعب، مشيراً إلى الحاجة لحوار وطني وتجاوز الأزمة، في هذا المقال لقد نسى الشابي ذكر أن هؤلاء الذين يتكلم عنهم هم من تسببوا في انهيار الدولة وتدميرها عن قصد، وفي هذا الوقت يعودون لطلب السلطة من جديد من الشخص الذي قام بإنقاذ بلادنا مع الأناس الشرفاء، نحن ننأسف يا الشابي، فالشعب ليس أبله، احفظوا ما تبقى من كرامتكم، إن كانت لديكم من الأساس.